اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال هذا الفيديو نكملين مع بعض سلسلة فيديوهات ليلة عبداللطيفة وتوقعات للدولة العربية وغير عربية كمان اه احنا تكلمنا عن كذا دولة اتكلمنا عن اه تونس الجزائر المغرب اليمن العراق مصر الاردن لبنان سوريا فلسطين وتكلمنا في اخر فيديو عن السعودية والكويت والامارات هتلاقل الفيديوهات الموجودة في القناة النهاردة بقى هنتكلم عن اه تلت دول اخرى اول اه دولة معانا هي دولة قطر وتوقعات ليلة عبداللطيفة الحقيقة اعتقد التلاتة تحققت اه ما اتكلمتش عنها كتير هي اكتر حاجة اتكلمت فيها عن المصالحات اللي بينها وبين الدولة العربية قالت ان قطر ستشهد في 2021 حدث مميز ومهم يلفت الانظار ويكون حديث الاعلام والمصالحة القطرية السعودية ستكون مصدر للحدث وزيارات متبادلة بين قطر ومصر لتجديد العلاقات واعادتها لسابق عهده بس هي قالت لقطر التلات توقعات دول اما عن ايران اتكلمت وقالت توقعات كتير الحقيقة قالت ان ايران ستكون في 2021 على عتب التطورات الداخلية وخارجية وسياسية وعسكرية وفي لقاء مهم هيجمع بين الرئيس الايراني بالرئيس الامريكي جو بايدن وفي خد امنية من وعلى ايران والحرث الثوري سيشارك في هذا الحدث وفيلق القدس سيتصدر الحدث الانظار والاعلام على مدير مضيق هرمز جراء حدث كبير وارى الرئيس الايراني في زيارة مفاجأة روسيا وتركيا وسلطانة عمان لحد سن ما ورحيل شخصية ايرانية بارزة والشوارع الايرانية في مسيرة حاشدة وراء الراحل الكبير العمكة الاسرائيلي سيتعرض لخد امنية او هزة عسكرية كبيرة وايران في قلب الحدث وفي حالة تأهب قصوى وايضا تجربة نووية ايرانية جديدة والعدو الاسرائيلي في حالة هلع وقلق لا حرب بين امريكا وايران في المرحلة الراهنة ايران ستحسم المعارك على الارض وليس في الجو الخوف على امريكا هيكون مصدره من الصين ومش ايران روسيا سوف تساند الصين في حربها القادمة على امريكا اما عن توقعات لالة عبداللطيف لدولة تركيا كلنا طبعا مهتمين بتوقعاتها لايران وتركيا لانهم بيأثروا بشكل مباشر وغير مباشر على سياسة الدول العربية قالت عن تركيا انها ستشهد اضطرابات سياسية وحرك التمرد والشارع التركي تحرك وسنشهد حالات من البلبلة والغضب في الشارع التركي في اكثر من مدينة تركية اما عن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سنجده في المستشفى بسبب عارض صحي طارق والليرة التركية تتراجع امام الدولار الامريكي بشكل غير مسبوك وستشهد الساحة التركية سلسلة اعمال امنية والجيش التركي في الشارع لحدث كبير هتتعرض تركيا في ليبيا الى ضربة عسكرية قاسية وتضع الرئيس اردوغان في موقف محرج وصعب جدا تشهد تركيا المزيد من الهزات الارضية والزلازل وخصوصا في مدينة اسطنبول الحقيقة اكتر من حد توقع ذلك الزلزال منهم اهو ليلة عبداللطيف ومنها كمان ميشيل حايك ومايك فغالي والفلكي علي العيس وكتير جدا توقعوا بتلك الهزات اللي ممكن تحصل في تركيا ربنا يسر ان شاء الله ما يحصلش اي حاجة وحشة لأي حد بكده نكون انتهينا من التلات دول تكلمنا النهاردة عن تركيا وتكلمنا عن قطر وتكلمنا عن ايران وتكلمنا عن السياسات او توقعات اللي ممكن يخضوها في المراحل اللي جاية لعام 2021 حبه بس افكر الناس اللي عايز يتابع الفيديوهات بتاعت البلدان بتاعتهم عملنا اول فيديو عن لبنان الصورة المصغرة بتاعت الفيديو مكتوب عليها ثورة دموية بعدها عملنا دولة مصر والاردن مكتوب علي الصورة المصغرة تحذير للملك او صورة الفيديو وعملنا دولة اليمن والعراق ومكتوب علي صورة الفيديو رئيس جديد وضربات لامريكا وعملنا كمان عن تونس والجزائر والمغرب وكاننا كتبين اختيال كبير ويوم غضب علي صورة الفيديو وعملنا اخر فيديو قبل الاخير عن النهاردة عن السعودية والكويت والامارات سورة الفيديو مكتوب عليها الحداد والدخان الاسود اتمنى كده نكون قلنا كل اسماء الفيديوهات عشان الناس لو حبا عازة تعرف اسم الدولة بتاعتها وتوقعاتها لليل عبداللطيف هتلاقوها في هذه الفيديوهات شكرا لوجودكم معينا ما تنسوش تشتركوا لو لسه مشتركتوش فعلوا جرس التنبيهات وتابعونا في كل جديد بينزل على القناة ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس شكرا واشوفكم خير انشاء الله